كما أعلن منذ البارحة ضايفكم هذا صباح وسيد جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سيد جمال منوارنا مرحبا بك خوي سبحانه خي سيحاتم وتحية لكل مستمعيات ومستمعي ذات اللذاء الوطني شكرا لحضرتك شننطلق بلقاءات انطلقت من الشهر الفارد تقريبا مع سيد رئيس الجمهورية مع سيد رئيس الحكومة مع أيضا عميدة المحامين وكأني بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قاعدة ابحثية الأخرى عن مخرج من هذه الوضعية الكارثية التي يصفها البعض بكارثية والتي وصلت لها لتونس لمدة الأسبوع السادسة وعلى التوالي والتي أمبلوكاج بها تم معنى الكلمة لكن فيما بعد خرجت وبيان طالبوا فيه رئيس الحكومة بالاستقالة وكأنه تقولوا مناشي باش نرجع الرباع الراعي للحوار أو نكون نعنصر فاعل في هذا الحوار الجديد انشينا والحل الوحيد استقالته من مشيشي شماله هو صحيح منذ أسبوع عدد تونس تعيش في وضعية صحيح كلمة كارثية وضعية كارثية لعدة مستويات كل الباب تحلو تلقاه مسكر سواء على مستوى دستوري هم أزمة حكومية وأزمة سياسية إذن وكذلك أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية ومالية زادت تعمقت الأزمة هذه بالترقيم السيادي متاع تونس اللي يخلي فرص الاستثمار تولي أصعب بشروط مش فتزيد ترهن أبنائنا وأبناء أبناء أبنائنا للمؤسسات المالية لأمامكم تقرضنا مدة سنوات وسنوات على مستوى السياسي صحيح قابلنا رئيس الجمهورية وحكينا على عدة منافات منهم المناف السياسي الأزمة السياسية والرئيس تمسك كبير بعدم ترك المجال لأداء اليمين لناس يعتبرهم هما فستين وقد قلنا له شنوه هو سيد رئيس الحكومة في فعلوش قال لا علمتوا وعطيتوا منافاتهم وهما فيهم شبهات فساد ما يجبشي ما تمارس له حياته كرئيس جمهورية قابلنا في المدة لبعدها بعد أيامات سيد رئيس الحكومة بيطلب منهم رئيس الحكومة إلا كيف كيف بالنساء سيده يشان مشيش يقول أنا جندي وجندي من تركش من الساحة ساحة القتال إذن لن أستقيد ونحن طلبنا بالاستقالة بشبور دي بلوكي لسيواشان قلنا إذا كان الحكومة تستقيل ممكن فما نبدأ حوار في عدة أطراف والحكومة تقعد متعدة صيف أعمال بالطبع ونضع بشبور جميلة لها ببعض ملافات اللي نشوفها أهم ملافات وتنقذ تونس من أزمة متاحة مطلبته باستقالة المشيشي في بيان رسمي بعد المقابلات مع المشيشي ومع عميد المحامين كانوا تقولوا معناها رسالة نقرها بين الأصل الجمال وصلح لي إذا كان غالط الحوار الوطني ما عنده وليس يهزنا الآن بسرعة شديدة يزم المشيشي يستقيل كانوا مقنعكم مش المشيشي أقنعكم قيس سعيد ومقنعكم مش أيضا عميد المحامين لا عميد المحامين كان حوار على أساس مش نبني الرباع رأي الحوار من جديد وصوص متاع والرباع بالحوار لكن التغييرات الأخرى والتحويرات في الحكومة خاصة على مستوى وزارة العدل بعد التقرير التفاقدية العامة الوزارة العدل حول قضاة معتها عندهم شبهة فساد وشبهة إخفاء وثائق وثائق هامة في ملفات هامة كما ملف الإغتيالات وملف التنظيم السري معتها ما تفهمها تدخل السفر في السلطة القضائية في ضرب استقلال القضاء إلا إحنا الرابطة معتها منذ سنوات عنا عشرات سنين ناضلوا من أجل قضاء مستقل وقضاء معتها يحكم حاسب الضمير وحاسب القوانين إذا كان أنت عندك بلاد فيها قضاء ما هوش مستقلت قضاء يأتمر بالتعليمات تعليمات من عند شكون جمال مسلم رئيسة ضابطة سيلادي كانت أقبل من عند الحزب الحاكم ومن عند رئيس الدولة كان عند أطراف سياسية فما أطراف سياسية معتها عندها مصلحة بش شكوني الأطراف السياسية؟ أطراف سياسية حاكمة اليوم في البلاد الأطراف السياسية الحاكمة في البلاد هي الحزام اللي حاول هشام المشيشي طبعا ما أتحاول هيشان مش هشو سيشان ما أتحكي يعمل التحويرات هي نزولا عند رغبة الأطراف هذه وتعرف أنه أي بلاد ما فيهاش خضاء نزيه وخضاء مستقل لما ما تنجمش توصل لأنه هو الضامن للتطور وضامن لاحترام القانون وضامن لمقاومة الفساد الخضاء المستقل لهذه إحنا حبينا ودزينا منذ سنين ما تفي في تجاه القضاء المستقل وقلنا مع الجمعية متع القضاء جمعية القضاء التونسيين قبل 2011 ما تنعمل على أساس كيفاش نركز هالما بدأ وهالركائز متع القضاء المستقل مع الأسف لاحظنا أنه فما محاولة متعهيمة محاولة متع سيطرة ما زالت متواصلة إلى حد الآن ما زالت بأشكال أخرى ما كانت مش بالأشكال فجلة كانت قبل لكن بأشكال أخرى به طلبتوا على هذا الأساس طلبتوا من يشم الشيشي أنوية سقيل على هذا الأساس طلبنا من يشم الشيشي أنوية سقيل هل فما إمكانية لعادة الحياة للرباعي للحوار من جديد معناها حسبكم أنتوما كجمال مسلم كالرابطة تونسية للدفاع عن حق الإنسان بالطبع فما إمكانية لخطر مش يجي وقت أنو المبادرات اللي تعمل تقبل كل سوى مثل الاتحاد ولا غيره ما شافتش النور على مستوى الواقع مستوى كيفيش في نعمل شكوني عمل هذا وشكوني عمل هذا واليوم ما معتها ما زالت مطروحة أنو إمكانية إعادة الروح الرباعي للحوار وغير الرباعي للحوار اللي أنا فهمها قوة أخرى فعلة في تونس اللي عندها كلمة اللي عندها ما تقول اللي هي متها منظمات أخرى أساسا كيما وما عشنا نفكر في نقابة صحفيين الصحفيين عندهم دور تاريخي كما نساء ديمقراطيات كما بقى ما عدت أطراف حتى شخصيات مستقلة اللي تنجم يعني ما عادش روباعي رعي الحوار ما ممكن نتجاوزوا العدد يولي لكن الأساس هو أنه أساس هو يبدأ حوار اللي عنده مستقية عند الأطراف كل والحوار هذا يكون من تحت أشراف الأطراف هذه ولا تحبوا ترجع للسيد الريس الجمهورية أنه يشرف على هذا الحوار خاصة بعد تصريحه البارحة اللي يكون مستعد للحوار ولكن بشروط وقال هذي الشروط هو أطاع شروط مقبل من قابله سينوردين تابوبي وقال مستعد الحوار على أساس تشريك الشباب غيره ومن بعد سكته فارد مرحة ما تقدموش الوضعية ما تقدمتش البارح تصريحه الممثل رئيس حزب حركة الشعب ومن عام حركة الشعب ومن عام الطيارة الديمقراطية مع تفهم عمل أنه نعوده من جديد يكون الحوار وخاصة أنه نعم إشراف المشكلة هو تقني كيفاش الإشراف والمخرجات شكون يلتزم بها مع تفهم الإشراف والمخرجات شكون يشركوا في الحوار اللي راضي عليهم السيدة ريس الجمهورية الأطراف المتفقة إحنا نعملو حوار باش نجيبو الأطراف الغير متفقة من عارش شك الحوار هو من المفروض معتا ثم اختلافات في الرأي نعملو حوار باش نوحد اختلافات هذه إذا من نظنو المخرجات مثل الحوار تكون يقبلوا بها الناس كل معتا يقبلوا بالناس كل سيناعون له الحوار وأنه ظروف 2021 مايش ظروف 2013 الأزمة وين حسب راكم أنتم ما الأزمة كي ما قلت لك متعدد الأوجه السياسية من يتحمل المسؤولية الأكبر معناها بالنسب يا سيدي ما ما نجمش نقول لك شكون يتحمل عشرين في المئة وشكون ثلاثين في المئة صعيب هالشكل هدايا صعيب الكل مسؤول على هذه الأزمة سواء لعودة الحوار للجلوس على طريق الحوار أو للوضعية الحالية نتصور أنه المسؤولية الأولى عند الناس اللي محبوش ومشجعوش وممكن عطلوا تركيز المحكمة الدستورية الخطر المحكمة الدستورية كانت هي تلقى حل في نهاري ونقضوش تواء أسابيع وحنا في النفس هي معانش سبيع ولا تسنوات من دور الفارت طبعا ما تركزتش المفروض المحكمة الدستورية تخذت تاريخ مع تحققتها وست سنين تركزت اليوم الناس والأطراف اللي رفضت وعطلت تركيز على المحكمة هذه هم يتحمل المسؤولية في الأخر تبنيتوا قضية بش نمشي الجانب آخر ما هو السياسي أخوه سياسي تبنيتوا حاجة من مهامكم الأصلية الدفاع عن حقوق الإنسان في المحاكمة العادلة في الإيقاف المحترم في الحياة حقه في الحياة بعد وفاة عبد السلام زياني شاب بسجن المدني بيتين أبي سفاقس تبنيتوا هذه القضية وين وصلتوا؟ في متابعتكم لهذه القضية اللي نذكر الشاب هذه صالوا خلاف مع عون شرطة تم على إثره إيقافه في السجن طلبت دواء متاعه لأنه مريض بالسكر عنده سكر فما جابوا له شيء دواء وهذه المستشفى يقولوا عنده معدة متقلقة كهو يرجع ويتوفى من جراء أنه مخداش لانسولين دواء وبالتالي قلتوا سنتبني هذا الموضوع فش نصل به إلى أقصى الحدود للدفاع عن حق تونسي في معاملة محترمة وإنسانية سواء في السجن أو في الإيقاف شوف رابط التونسي للدفاع عن حسين هي في الحقيقة حتى تروحها ضامن لتطبيق القوانين في تونس من القوانين لا تهتم بعملية الإيقاف وعملية المحاكمة العالة وحقوق الدفاع إلى آخره القانون عدد 5 إلى 2016 هي نظم عملية الإيقاف ويعطي ضمانات الموقوف المشتبه به ضمانات تهمة جدا اللي هي معتها علامه بالتونم متاعه علامه أنه ممكن يعمل لمحامي إذا كان تعرض عنده حالة صحية يتمتع بفحص طبي والحالات هذه هي شفناها تتجاوز تعديد مرات مئات مرات في الإيقافات الأخرى التي تلقى لأوقعت ما بين 14 جنوبي و 6 فبريق إحنا قبل خدمنا عليهم عملنا حتى اتفاقية مع وزارة الداخلية تحدث فيها لـ 14 جنوبي 2021 2021 واضح عملنا عدد تفاقيات واتصالات مع المسؤولين وزارة الداخلية على أساس تمكين الرابطة من زيارة أماكن الاحتجاز للنظر ولملاحظة مدى احترام القانون عدد خمسة على مستوى البنات التحتية على مستوى احترام الإجراءات متع الإيقاف لحظنا تجاوز كبير للقانون التونسي قانون التونس وزادك في كيف المعايير الدولي كانوا فما قرابة ألفين إيقاف تتحدث على الفترة هذه جمالة من أربعة جنوبي حتى ستة فيفري فما تجاوز في القانون وتجاوز في المعايير الدولي وهذه عملنا فيه تقرير وسلمنا سيد رئيس الجمهورية تقرير وسلمنا رئيس الحكومة وعملنا ندو صحفية وممكن يسر نزيد النعم ندو صحفية لأنه ما زالت الأمور ايه بعد هذي هذي اللي نحبي تنسل عملت التقرير رئيس الحكومة رئيس جمهورية وعملت الندو الصحفية وعملت بيان وعملت الدنيا هذي كله حسنت شنو مور مازالت وعندما سمعوا عباسلام زيان يموت في المركز ما حتى ما زالت وقتلنا سمعوا وزادت شهادات أخرى وجينا شكايات فيها تجاوزات فيها اعتداء الحرمى الجسدية وفيها مودة همات قصير عنها اي قضية ما سير حاجة أخرى كي يتوني السنة والقضاء بلا باقي نعطي فيه ثيقة والقضاء والتقرير الطب الشرعي وكيما عباسلام زيان زيادات ما نجموش نحكي ونجزمو بالأسار مدام معناش تقرير الطب الشرعي انتو ما قلتو بس نتبنى هذه القضية احنا مش نتبنىها وحنا عاينا دجا محامين للدفاع على القضية لانه ما تقبلهاش مع تشاب الا عمره ثلاثة سنة ويريكلام اخوه هو مع اخوه يطلب الدوام تاعه وما يقاش تمكينه منه ويمشي الاسبيتار يهزو الاسبيتار والاسبيتار يتعدى كوتين ممكن يبقل عنده مشكل في المعدة نستنى ومقال القضية وهستنى تقارير الطب الشرعي اذا كان نمشي البعيد حقوق الانسان في تونس ما هي امورها بالنسبة للرابطة شوف سيحاتي حقوق الانسان بالطبع لا مجال للمقارنة بين اقبل الفين ووديش تحسن عنا فما تحسن سواء على مستوى التشرية والدستور بيدو يقر بجملة من الحقوق وتونس عمضات العدد تفقية ما كانت سمنضى عليها لكن تطبيق الحقوق هذه هو المشكلة على مستوى الواقع بالطبع كنحكي على الحقوق هي الحقوق كل الحقوق الثقافية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الحقوق في بيئة سليمة كل الحقوق المدنية والسياسية وممكن بشوية بشوية بش نوصلوا بالحقوق هذه بش تطبيق احنا العشرية القادمة هي بالاساس عشرية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية علاش لانو الوضع كاريتي على مستوى البلاد على مستوى التشغيل على مستوى التنمية ليخلي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية معتها مش لازم عنا كما قلت لك قانوبلي متى حقوق اليوم كيفاش نطبقوها وكيفاش نوصل بش نطبقوها تاخل الحق في الصحة لو مضمون في الدستور الى من استطاعي لأي سبيلة الان هو مضمون في الدستور ولكن على الواقع التونسي قادعان عجزتما على مستوى الواقع كيفاش نفعلوها الحق هذي مش حق في الصحة برج حق في الصح حق في التعليم مش معنى تحق في التعليم مش معنى تحق في الصح مش معنى تحق في البيئة سليم شنو اللي ينتهك الحقوق هذي الرابطة قادة تخدم في ومع عدة منظمات اخرى وجمعيات في بش نفهمه اكثر الحقوق هذي شخص وقاحها ونعملوا برنامج على اساس تحسين على اساس تونسي يتمتع بها لانو ما نحلموش احنا دجور لون دماء من نهار الاخر لان القوى الحقوق هذي كله تنفثت خاصتا كما قلت لك الجانب الاجتماعي والاقتصادي اليوم عنا مشاكل في شرايح كبيرة من مجتمع من النساء ومن الجهات الداخلية من حاملية اصحاب الشهادات العليا من حاملية حتى الدكتوراء ما ما يتمتعوش حقهم اساسي لهو حق مبارس نعم الحق متاع تونسي اللي ولا يطالب به الان سي جمال مسلم رئيسة دابطة تونسي اللي دفاع عن حقوق الانسان يقول لك الحق الاساسي اللي نحب عليه ناكل وندوي روحي رجعنا لك المربع لما بعد الاستقلال كي انو رجعنا لتالي بارشة جمال في حقوق بعد الاستقلال كان واضح معتها بناء الدولة تونسية كان واضحة واختاروا وعملوا اولويات في اما اليوم ما تلقاش فين الاولويات شنين الاولويات وان مش واضح اليوم الاولويات يقول لك التشغيل والتنمية وكذلك لكن بالفعل فيني بالفعل فيني فماش برنامج استراتيجي وتفعيل للسلطة المحلية على اساس القيام بالتنمية هذه وخلق اماكن تشغيل في التنمية هذه بل في الستينات كانوا معتها الناس متطوعة بيش تبني الدولة بيش تقاوم الاوباء لا كانت كانت فهم مبرشة اوباء ويقع تكوين سريع بعض الناس بيش يقوم بيش يدويوا سواء الامراض سارية كانت كان الهدف والقضاء عليها وبينها بنية تحتها ملاءمة للتونسي اليوم ما فماش هذي اليوم ما عناش اولويات في الصحة مثلا كيتاخد الصحة واحد يحشم بتونسي انه تقع تونس من اخر خمسة بلدان في العالم بوصل لاش تلقيح وصل للبارح جميل سيد وزير الصحة رابط حتى المطار تونس قرتاش وكان في استقبال الطائرة تلاثين الف جرعة بش تلقيح خمسة اشن الف شخص لول خمسة اشن الف جرعة والبريفة مشكون الداخل مادي كدوس حسب تصريع واشواليت ثلاثين الف لكن واستقبلها السيد وزير الصحة تخيل وزير الصحة خلو زارتوا اهتماماتوا وهبط تروا يستقبل في الجرعات في جرعات خمسة اشن الف ومعها الكاميرا يصوروا صحفيين وصلنا للحالة هذه علش بعد قداش البلدان العالم الكل يوصلها وتبدأ في التلقيح خاصة ان تونس راه وعندها مسألة السياحة ومسألة التوينسا في الخارج ومسألة التبادل لا ضروري انه للتلقيح ضروري يعطي بالرونوس الكلها الاقتصادية والاجتماعية الكلها رب تصير بعد التلقيح بالرونوس مش تكون بالتلقيح اليوم نقناق ورواحنا في اخر خمسة بلدان جاب ربي هو البرح جاء وان شاء الله تتلوه لجرعات الاخرى وان شاء الله هلوابا هذين نجموا نقصوا منه ونقضوا عليها على الأقل اما شنو اللي خلينا شنو اللي خلينا في الوضع هذا البلد تعرف الحاجة أساسية في الاقتصاداتها هي السياح السياحة والنقل واليوم تقعد الاخرى ما هتفاق ما كلكشوسي كلاش على مستوى الحكم على مستوى الإدارة على مستوى مستوى توفير الإمكانيات ما هتفاق معلجة الأمور هذه اللي خليتنا نعم خليتنا في الاخر معنا هل هل وجود هشام المشيشي كرئيس حكومة وكوزير داخلية بالنيابة صعد في فترة التصادم اللي موجودة بين المواطنين أو المحتاجين إن شاء الله يخرجوا للشارع والشرطة ناحية من 4 جنوبي إلى 6 فبري حسب تقريبكم وما حسب متابعتكم فالرابطة تنسي لدفاع عن حقوق الإنسان وممكن ننشر تقرير عطيناها للمسؤولين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لاحظنا أنه مع صفة مجنى أنه القوات الأمنية وبعض في بعض الجهات تصرفوا بتجاوز القانون موجود ليحدد مسألة يقافات مسألة ما نقول حاجة جمال رغم يتبقوا في تعليمات أنا أريد قوات الأمن يتبقوا في تعليمات إحنا خفنا قلنا ما نحبوش ترجع الخدمة الأمنية اللي هي ضرورية سياحات أكيد لأمن قاد يقوم بوجهه وش يحمي البلاد ويحمي العبد تتفكر في فيفري مارس 2011 وقت لقوات الأمن جبت تروحها لشعور متع دم للطمانان وشعور متع الخوف كبير يصدرونك العمل هو عمل هام وهام جدا لكن ما يزمش يتزاوز حدود وهذا يجي ناس يحكيونا إحنا قرابة من ألف وثمانمية ولا ألفين يقاف فما 770 عائلة ولا محامي جاء قدمنا شكايات حتى العائلات تحكينا شنو صار من انتهاكات من انتهاكات من ضرب من ضرب في مكان إيقاف ضرب في وسائل النقل المدهمات صارت زادة كيف كيف وقع ترويع برشا عائلات وتجاوزات كبيرة حتى التحقيق لدى البهث الابتدائي فما ناس عندهم ناس المحضر ويجبروهم بشي مضي ذوما في خصوص الاحديجاجات اللي عرفها الشرع التونسي حركات الاحديجاجية الليلية وقالة الصباح حياسي وقابلنا السيد رئيس الحكومة اللي هو وزير بالنيابة وقالنا بانيا قلنا الوخور أعطي تعليمات بش الأمن يخدم خدمته أحنا من نجمك نكونوا مع الأمن يخدم خدمتنا حشتنا بالأمن حشتنا بالشعور عدم الخوف المواطن التونسي والفاعل الاقتصادي التونسي والأجنبي ويجبنا بش تمشي الدنيا بش دولاب الكل يدور لكن مع الأسف مازلت وتزيح حكاية المسير وتزيح حكاية سفخص تزيد المسير يخسر عضو من جسد وراه الولد بالضرب يقول لك هذا التقرير الأولي معلنا من عرشه القضية عند القضاء تنشفها فيما أهم الأشياء التي لاحظتها في هذا التقرير جمال أهم الأشياء هو التعاطي مع الاحتياجات الاحتياجات بدأت تتفكر صحات الأسبوع الأول كان يظهر المناطق الرسمي الداخلية بشي يعطي تصور الحرق والعجيلي ومتاع أفهم ما يشمعتها أصل المشكل اللي خلى الاحتجاجات تقوم اللي هي الجانب الاقتصادي والاجتماعي الشعور بالتهمية الشعور بالأخصاء التفقير الموجود في الأحياء اللي قامت بها فتتفكر الأحياء هي أحياء شعبية مناطق داخلية ما عندهش تنمية الصورة اللي عطت هنا الحكومة بصفة وعية سلطة هي صورة العجل المحروقة ولا بعض ديستريبيوتور بونكير تكسروا ولا حاجك الأسباب الحقية اللي تكمن وراء الاحتجاجات هذه محكوش عليها كان بعد سيد رئيس الحكومة بعد في خطاب مقتضب مش مفهوم برشا قال أنا نفهم الأسباب الاجتماعية اللي أخلت حتيجة هذه تقع إذن فما تعطي أعلامي إن شاءنا ولا اتصالي ثم في التقرير متاعكم قتلي لاحظت منسوب العنف اللي ولا موجود ولا اعتداءات على حق الموقوفين ولا المواطنين التونسيين من الأشياء الأخرى اللي موجودة في التقرير فما زادك في كيف نخاف ونخاف وأنه اللي يغلط ما يتحسبش كي واحد يغلط ما يتحسبش مش يعاود صاحبه يغلط وصاحب صاحب ويغلط ويعاود يغلط اللي يتجاوز القانون اللي يمارس العنف ولا مش يبقعد معناتها كي ما تقاش محاسبة وياقع الإفلات من العقاب لاحظتوا إفلات من العقاب بالطبع مش تتواصل المسألة مش كاف في كل حاشة إذا كان ما نعملوش حد لإفلات من العقاب كل شي مش يقعد الفساد وغيره في البلاد بالنسبة للأمنيين حنا قلنا لا الناس اللي تجاوز تتحاسب وتحاكم تتحاكم 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 فردية شوش حاكمه الأمن حسب التقليل بيانصورة فردية في المكان وفي الزمان وفي البقعة وفي وشنو اللي صار من المفروض معت الإدارة للأزارة الداخلية تتضع حد فلات من العقاب هذية بيش نجمه نرجعه ونطبقه القانون تعمل الأحكام الصادرة على المحتاجين كيفاش تقريباً تقريباً قديش من موقوفي لحد الآن عندكم عندكم شي في التقرير العدد تقريباً تقريباً ألفين موقوفي لكن سيحات ألفين موقوفي فالشفر هذا ما قالتوش داخلية الداخلية ما خرجت حتى رقم أنتوما بيروكوب مو ليروكوب مو اللي وقعت مع الفروع متاعنا مع منظمات أخرى أو جمعيات أخرى زي تكشيف ضمن معها تقريباً ألفين موقوف تحاكموا منهم جزء أو تسيبوا منهم جزء آخر إلى آخره نعم هل الحراكة هذي قعد يصير هل متخوفين منوك رابطة أنه الجوع كافر يقولوا الأمور اللي تعبد فيها التوانسة أو شرايح من التوانسة اللي تعبوا ينجموا يقلقوا تقريباً في المستقبل هذه المنظومة الحاكمة وينجموا يقلقوا أيضاً أن أطيح المنظومة كاملة نجموا منشور شراع إن كونتور أما تبقى نحن مقافنا في الرابطة هو مساند كل حراك الاجتماعي يطالب حق أي حق سوى حق في التنمية سوى حق في التشغيل سوى حق في الحقوق ذي الحراك الاجتماعي اللي هو مضمون في دستور ينمشي معه بالطبع نحن لا نمشي مع تكسير ومع حرق العجلات مع توقع مع تسكير الثنية ذاك لا نجمو لأنه تسكير الثنية هو أعطي داع الناس اللي تتنقل في طار معاته احترام القانون الشرع اللي ولا يوظفوها الأحزاب السياسية ما وقفكم من هذا مع الأسف الشرع نحن نفهم مش عليش حزب حاكم يعمل مسيرة واستعرض عضلات حاكم ولا في المعارضة زادم لا في المعارضة النرمال عادي بالنسبة المعارضة النرمال تاقع بشيخولك أنا خاتر نزيل الفضاء وفضاء الشرع أما احنا خفنا لتاقع شوية مشادات ودرشنو جبر بما تعدات باية فا باية ما فيهش تجاوزات مش على غيرار مسيرة والتجمع نهار ستة عشرين جافي قدم البرلمان اللي فصارت فيه تجاوزات وكنتوا حاضرين انتم عادي كنا حاضرين ومتعين عليها مساهمين في تنظيم دعينا عليها لتجمع لكن فما وقع خرق كبير لحرية تنقل المتع المواطنين واذ بش نختم معك في دقيقتين جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حق الإنسان رسالة تبعث في جملة القيس عيد السيد رئيس لا وقع عقاب بعدد محترم جدا من التونسيين يقوم بمهمته ويحاول بش يحل الأزمة حتى ما يزموش يكون هو عنصر أزمة عنصر مشاكل يكون عنصر حل وهذا يقول نهوله ديركت مو سيد رئيس الحكومة أنا حاشم وقت القتله استقيل حاشم أي وقت القتله بيصير نحترمه في ذاته لكن الوضعية أنه توا أنت راهينة في التجذبات السياسية راهينة بالحق راهينة عن أنوتاج عن قوى سياسية وحاول بش ما تكون شؤتاج هذا نقول جدد دعو دكليل الاستيقال نحن نشوف الحل هو الاستيقال الاستيقال تشمش سيد رئيس ما سنو بالشعب هو منطقة هو منتخب لكن نقول في الموقع هذا تختم كرئيس مجلس نواب شعب مش كرئيس حركة نوردين طبوبي أمين عام الاتحاد العام توسير الشرق شريك استراتيجي الاتحاد نتمنى هو عمنا عدة لقاءات مع بعضنا حتى بالمبادرة وقدم هنا وفي مقر الاتحاد نتمنى أنه العلاقة تزيد توطط العمل المشترك يتطور أكثر هو وبقية الربع راه الحوار تعتبروا ماهوش ماتطور أكثر مازيل ماهوش الحد لنعمل فيه باش يكون قوة معنوية قوة معنوية تنجم نجيب نتائج احكيتوش مع اتحاد صناعة والتجارة والتقليد احنا رابط مباشرة ماحكيناش ماحكينا مع الاتحاد ومع المخامين مازلت ماواجلتش الفلصة باش نحكيو مع سيمين معجول ماتحسش انو لوتيكا كينها مش متحمصة برشا لل يعادة الحياة للربع الرأي الحوار ممكن احنا زاد الخطأ متاعنا ما ما أسسناش الربع هذا ماتح حاجة على مستوى عالمي حاجة هامة جدا كما جهيس نوبل مع الاسف الشديد ما ما نهيش وما نهيش على مستوى صورة تونس وترويج السياسات تونس وإلى أخير باش نزيد نحسن من موقع تونس نعم عندك فكرة على حدث البارحة في الليلة الفاصلة بين البارح واليوم في الصباح في مكتب أو مقر اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس بين عبير موسي والأنصارها وبين أنصار سيف الدين ماخلوف وتفريق الاعتصام محاولة من طرف الشرطة باستعمال عندك فكرة لا ما عندي شكرة بالتدقيق أما لنعرف هو توامد سيد عبير موسي ترحل مسألة متاع الفرع التونسي الموقفكم أنتم مكررات احنا موقفنا مع التعليم يكون عمومي ويكون زاد التعليم على أساس يبعد على التوظيف الديني والشهور الديني فما توظيف ديني هو علماء بالطبع كمشي توظيف ديني هم يقلقناها شعنا بشن دينيا معناها بشن قرر يولداتنا وانعلمهم أما تحكي معناها ترحل سياسي ديني ذكا هو اللي يقلقنا نعم حبو تعليم ديمقراطي ما يكونش بتأثر بال لسالتك لعبير موسي كيما بعضت الرسال هش يمش هش يقص عبير موسي هي في المعارضة حت رح في المعارضة خذت توجه معين توجه فيه يمز بين الشارع والاعتصامات داخل من النواب والاعتصامات مع تحكم هذا قدم تكمل خدمة حقها بش نعمل هذاك أنا كل واحد حقه عنده الحق بش نعمل حاجة يعملها جمال نختم معك قول هلي لا ينام مثلا نولد توانسل يسمع فيك رئيس الرابطة تونسيل الدفاع عن حقوق الإنسان شكون قاعد يحكم في تونس جمال لا قاعد يحكم هو طرف السياسي معين سوى مباشرة عبر عبر معتها ناس أخرين حقهم ما كونه طرف السياسي معين أنا شوف النهضة النهضة هلي قاعدة تحكم موش قاعدة تحكم موش قاعدة مش شحكم قاعدة مؤسم تا رئيس الجمهورية مع الأسف ما زالت ما عندهش تعرف رئيس الجمهورية ما زالت ما قدمت حتى مشروع قانون في تونس هي عندها أولوية ما زال ما عملش المشيشي كي قلت أنا راهين راهين واضح أما النهضة عرفت كيف يشتخدم ونهضة استهلت معتها أنا مدى عشر سنوات العزمات لما رأينا بها وصلت الوضعيات السياسية وحالي أني هي رفل أكثر تنظم جانم شخصي مش نسأل على صاحبي جانم ساحتك لبس والله كان لاحظ فهم بعض كلمات ما زلت ناكلهم أنا جان مشغول مع أثر الجلطة الثانية وإن شاء الله إن شاء الله لبسك إشان قول أنا كيف دخلت اليوم وصلت فرحان برش عايشك سيحة إن شاء الله ربي معاك إن شاء الله صحتك لبس جمال من المناظلين اللي يخدموا في البلاد بكل حب وما ينتظر في حتى شي مناظل كبير في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن حقوق زده الوطن على حقوق تونس بشكل خاص فجمال حمدالله على سلامتك شكرا لبنت دعوتنا وجيتنا وإن شاء الله صحتك لبس جمال خويا جمال مسلم رئيس الرابطة تونسية لدفاع عن حقوق الإنسان شرفنا هذا الصباح في يوم سعيد إن شاء الله يومكم سعيد إن ناس كنت لقاء غدوة بين الله من 6-9 صباح بشيكون معانا غدوة شكون أمل لما لذكرني هيكل